يالح بدايتنا كالعادة بالمجلس توتسويت يانا عقد كانسيل رافماج رافماج لكانسيل لذي ثلاثة عشرية كانت منتظر تبدأ لندوة الصحفية اللي عقدها هشام المشيشي تقريبا بتأخير 40 دقيقة انتلقت الندوة بعد شوفنا كلمة هشام المشيشي لكم الحرية بيش تعطيو الأعداد الكلام اللي قالوا البرح هشام المشيشي أبرز مقال تونس ليست في وضعية إفلاس كورونا سيكون لها أثار اقتصادية لمدة عامين ولا ثلاثة سنطبق القانون بقوة الدولة لمنع تعطيل إنتاج النفط وغلق السكة دغدغة للبنك المركزي في علاقة بالأزمة الحاصلة اليوم بين الحكومة والبونكسونتران لفايدة من السيطرة على التذخم والشعب جعال نحكيوا في هذا الكل الأعداد الهشام المشيشي أبرز ما شدكم في كلمة رئيس الجمهورية نبدأ بك سونيا وبعد مراد الحقيقة وقت اللي سمعنا سيد رئيس الحكومة كان عندنا إحساس أنه 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 تدخل غير غير مبرمش وإلا على الأقل مش محذر مش محذر على قادة لأنه في المجمل كانت عموميات عموميات بواحكين على الكورونا حاجات حاجات نعرفوهم حاجات مش جديدة إن الحاجة الوحيدة اللي ربما ما يشدتني بتبيع البنك المركزي أما نسميه وعيد من عرشنا اللي نسميه فيما يتعلق بالكامور يعني بقوة القانون وسننفذو كذا أنا ماذا بي؟ الحقيقة ماذا بي؟ ماذا بي تكون تطبق قوة بقوة القانون لكن السؤال هل أنه السيد رئيس الحكومة كما يقول الفرانسيس إلى المويندسة بوليتيك هل أنه قادر؟ هل أنه الكليم اللي قالوا إنجم نفذو بعد ربما تنرجعوا على ردة الفعل وتنسيقية الرد من الناطق الرسمي من تنسيقية الكامور هل أنك قادر؟ كانك قادر؟ آي ورينة كانك غير قادر بيش تكون فضيحة كبرى وبش كون سبب آخر بش نفهمو اللي الدولة فعلا انهارت فعلا نحن نقول دولة ضعيفة إذا كان أنت توصل اليوم تقول لكلام هذا ولا تنفذ فتكون الدولة حقيقة مش ضعيفة انهارت هل تعدى 24 ساعة ومازال ما تعدى 24 ساعة أمور التنفيذ في علاقة بالأزمة متاع الكامور مازالش ولو أنه كان ينجم رأى وتكون عندها حاجة سمبولي في الوقت اللي هو يتكلم يصير تدخل اللي هو مبرمجه وتفتح نحكيه في هذا بعد شوية عاتيت أربعة ونصف تحت المعدل اللي هي شامل من شي شي مثلا أنه يخش 40 دقيقة قلتار ما خلقكش مراد يلي ما تيها الفوضى ولا ما تريزم هذا والله يكن جاء في اجتماع مع السلوية دوكريز متاع أمنية اقتصادية وخرجنا من الاجتماع للندوة الصحفية نفهمه أما أنت خرجت مش تحكي عموميات والدغط غير البنك المركزي وترجع البروك أربعين دقيقة أخير حاب ندخلوا في تفصيل هذي يا رفيق لا في روتار موزيدة بش مانوض الموش السيد يلزم يقولوا أنه يسبقوه زيدة عملوا روتار مليز فقفخ وقيس سعيد نفسه وهو الحاجة اللي ما فهموهيش الكل ولي أنا منيش فهمها اللي توينسة ومتلعين علي ساير في العالم ها تفرج لو انتي خبت امريكا توينسة يتفرج وتقول وقت ترامب يقول راني بش نخرج ماضي ثلاثة بتوقيت واشنطن يخرج ماضي ثلاثة بتوقيت واشنطن تعد العليم ونقيل البر عمل الندوة الصحفية متاعو في ديكور جديد هو قصر نجمة زهراء تعرفوا أميمة في مكان جميل سيدة ابو سعيد عندو هكا بعد ثقافي رينيه وصل بكل راحة يتمشى فكل ممشى التويل اللي هز للسالة معناها هو كأنه ما هوش مزروب بالكل طبعا هذي تفاصيل التاريخ لن يذكر هذا ولكن من الآخر الصورة اللي تعطيها أنا كنت في الآخر كما مضي 3 كما ولها 4 غير 4 كما نساكل الفانا البارح بعد ما كنا في كلاش بين المشيشي وقيس سعيد مرينا لكلاش نعم بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي إذا هو كان الهدف من الخطاب حاب يعمل عملية اتصالية يجي المحافظ البنك المركزي يقولوا يا ولدي زيدنا أطبع الفلوس رأوا حاشتنا بالفلوس وإذا كان أنت المساج السبليمينال اللي يحكي مع اللاوعي متاع التوينسا إذا كان أنت ما تطبعش الفلوس فإنك ستكون مسؤول على تفقير ولا تجويع التوينسا باش نفهم باش ناس اللي تسمع فينا تفهم مثلا التامام مازال عالي في تونس معناه يتوكي باش يمشي تسالف الفلوس تاخو بثمانية وتسعة في المية في حين بلدين كيفما المغرب اليوم هابتت وقت مستثمر ولا حجام ولا حجامة ولا فلاح يحب يمشي تسالف من عند البنكة ينجم ياخو فلوس باربعة في المية وخمسة في المية هذا هو المطلوب على العموم هاوزي يتفهمها أمو مثلا وطالب تعوين مش عادي ما هوش الجمهور اللي كان يتواجه له البارح زاد أشوف زاد أشوف مش بكشي ناس يعجل ما هو عنده متواجه للبنوك معناه متواجه للبنوك البرح كان متواجه للبنوك عم شتاء ندو صعوفي البنوك البارح شوف هو اليوم في وضعية حريجة تتفسرها قول باتريا باندو تريزور قول راهو شو معناها انو عبارة انتي تخرج تعمل هكا باش تتسالف باش ترجح كذا احنا عاملين هذا اليوم ونطلبوا من البنك المركزي باش كذا يتفسرها هوي ناجم يسمعها رقاع كان يناجم يسمعها رقاع ولا قروض والله حتى يقولوا رقاعنا ليه ما يفنعك ليه ليه تتفسرها اللي عبيد معناها راي الدولة التونسية كما نقولوا احنا راي كي باش تتسالف فلوس بعد انتي انفت تستثمر في الديون متاع الدولة التونسية وقت تترجع كنسبا احنا يتكلم سيد رئيس الحكومة ومبعد يقول مراد تخدوي ديخي لازم ديكو دير كل ما يدخل رئيس الحكومة ومشهول وهذاك عليش عطيتو انو تحت المويد يبدو لي انو الخلافات ما بين رئيس الحكومة ومحافظة المركزي يلزمها تتسكر في مكان مهوش الجمهور ما ينجمش يحكي اليوم للشعب التونسي في مسألة معقدة اذا فتنا انا فما حاجة اخرى قلقتني هو انو ديما نحكي وانو كل رئيس الحكومة جاء هو النقطة الصفر في تاريخ تونس ها الحكومات اللي قبلنا اعطتنا تركة خلت لنا تركة اخي سمح اخي انتي كشديد الحكومة في سبتمب مفي بالكش بيها تركة حاجة واحدة تحسبوا له واختم رفيق هو انو الحكومة هذي بالفعل عملت على المستوي المالي او نيفو بيجيتير اي كونتابل واللينا اليوم في البيجية متاع تونس نحطوا العاجز متاع المؤسسات العمومية وهو اللي ما صارش قبل في الحكومات السابقة انا كي تخرج رئيس الحكومة عندي انا عندك فكرة عندك مشروع ويلزم تجيش الناس بيش تدخل معك في كل مشروع الاسلحي لليوم ويشام المشيشي كيما يخرج كيما من يخرجش طريقة الخطاب الكلام التانس تعمل العربية بالدرجة بالفرنسية والمسل والمسل والأغ ومش حتى كل فرنسي نحكي بياحنا فشير عليه بالأغ معناه وكنا قاعدين من عرش في قاعدة هكا النخبوية وكذا ما يتعديش للشعب ما يحسوكش لعبات معناه قاعدنا ما بين لغة عربية ولمية متاع رئيس الجمهورية حسسنا ان احنا وقت من عرش وقتاش والرئيس الحكومة يخرج يحكي بلا روح موظف معناه يحكي قاعد في الاجتماع يمكن متاع مع الخدال هو إداري هو إداري ايه هذا هو يا أخي كما تعرش انت يجيب ناتاق رسمي يدغدغ لعبات يحسسهم اليوم اللي يفهم مشكلة باش كان الناس تضغط على البنك سنترال والرأي العام وتلافظ تحرك تأمن بيك وتضغط عليه واحنا ما نفهمين شيء خرش انت يقلت اذاك يوم بعد بيجيو ثلاثة خبار اقتصاديين يقولوا مع علم الشيشي وثلاثة يقولوا مع محافظ البنك المركزي وانتهى الشعب لم يعر اهتماما لكلمة رئيس الحكومة ايه هذا اللي يريدو بارح في كل المواقع واللي بأجوية زيادة يا الراف الكلام اللي كنت بش نقوله بش نقوله وانا أبا جلس السبع ولا انا بارح طلع للموراك كي قال تونس مايش بش تفلس يا الراف عاليش ماريتاش النقطة هذي انا بالنسبة لي مثلا خطأ كان يقول تونس بش تفلس خطحنا على حافظ اللي حب الهم والغم سامحني بمشيو للاخبار مع سلمة ريو مايما لي اعجبني في حاجة لي هو متكون في التنمية البشرية ما سمعتوش كي قال كي تغذر روحك في المريا بيا حاجة بيا كوميما فشوفوا شوية ايجابية حذرها بيانصير ملا جايبة كيكا نادا غريني تربت يلا سلمة ريال تتفيت الاخبار يا فام اكس بريس موسيقى